موسيقى مساء الخير يا جماعة عزيكم عاملين ان شاء الله تكونوا بخير معاكم الفرعون المغربي فيديو جديد هنتكلم فيه عن اخبار جديدة مهمة جدا جدا تخص المغرب الغالي معانا ثلاث اخبار مهمين قوي اولهم هو تصريحات رمطان العمامرة اللي مش بيعمل فتنة لا احنا اللي بنعمل فتنة اللي بندافع عن المغرب لكن هو مش بيعمل فتنة رمطان العمامرة قال ان المغرب استخدم اسلحة متطورة جدا لعرقلة حركة المركبات التجارية والمغرب عمل ده في منطقة محظورة ملوش حق ان هو يكون متواجد فيها وقال ان الجزائر قادرة على حماية مواطنيها في اي مكان في العالم وتحت اي ظروف واتهم اوجه رمطان العمامرة شكوى ضد المغرب للامم المتحدة وجامعة الدول العربية دي تصريحات رمطان العمامرة اللي بيوجه اتهمات صريحة جدا للمغرب بان المغرب هي اللي عملت اختيال الجنود الجزائريين اه احكي لكم حاجة وافهموه انتو احكي لكم حاجة وافهموه انتو زمان ايام الحرب العالمية التانية كان ادولف هتلر قبل الحرب دي كان عايز يدخل منطقة تابعة يعني جزء تابع للشيك لما كان بدأ يسيطر على الدول الاوروبية واحدة ورد تاني فهتلر اخد النمسا طالب عمل تصويت على الوحدة مع النمسا والنمساويين وافقوا لانه كان اصلا اغلب النمسا فيها المان كتير جدا وعلى فكرة هتلر نفسه كان من النمسا مش من المانيا فالمهم انه بعد كده ابتدى اخد النمسا وحدها مع المانيا بعدين كان عايز ياخد التشيك او اللي هي كتوقتها تشيكوزلوفاكيا يعني فبرده عمل لعبة كده وراح قعد مع رئيس التشيك المهم نفس القصة برضه واخد الارض من غير اي معركة لما كان عايز لما كان عايز يفتعل ازمة يفتعل ازمة مع بولندا عشان يدخل معها في معركة ويحتلها عمل ايه لبس جنود من عنده اتفق مع جنود من عنده انهم يلبسوا بعض المتهمين بعض المتهمين عندهم يعني يجيبوا ناس من السجون يلبسوهم لبس بتاع الجيش البولندي والجنود اللي من الجيش البولندي دول يدخلوا يضربوا كمين او موقع عسكري يعني نقطة جيش تابعة للالمان فلما طلعت المسجونين دول ضربوا نار على نقطة الشورت او الكمين الجيش بتاع الالمان تم الرد عليهم وكانوا واخدين اوامر انهم يخلصوا على المسجونين اللي لبس جنود بولنديين دول عشان ما عادش يوم يتكلم يقول احنا كنا مساجين اصلا فلما ماتوا ماتوا وهم معاهم ايه لبس بولندي وهنا طلع ادولف هيتلر قال بولندي اعتدت على المعسكرات الالمانية فحنا لازم نرد ورد دي قصة كده افهموها انتو دي قصة وفهموها انتو فعجة اسمها تلكيك فعجة اسمها ان انا بتلكك المهم فاتهام العمامران للمغرب شيء خطير جدا وده اللي كان تصريح من صحفي اسباني الصحفي الاسباني قال انه اتهام الجزائر للمغرب يعتبر بقتل الجنود الجزائريين هو تصعيد خطير وقال انه الجزائر هددت بالرد والانتقام وده خطر جدا وقال انه ده ممكن يقدي الى عنف شديد في المنطقة دي وقال انه اوروبا عانت قبل كده من حروب على حدودها فيعني احنا مش عايزين حروب على حدودنا ويريت انه الجزائر تتحلى بضبط النفس قليلا وتبحث في الامور قبل ما توجه الاتهام للمغرب طيب يعني النهاردة تهديد يعني ده يا جماعة انا لما اطلع اقول زي حفيظ دراجي طلع اتهم المغرب علنا انا يا جماعة لما اطلع اقول انا بتتهم كذا لازم يكون عندي ادلة على ده لكن انت النهاردة طلعت اتهمت المغرب وتوعدت بالرد طيب هل ده مش فتنة ولا ده ايه ده فتنة المهم احنا ما نتمنياش حروب ابدا ما نتمنياش ابدا مشاكل بنتمنى وده على فكرة اداء المغرب السياسي كمان ان المغرب دايما بيتحلى بضبط النفس وده واضح جدا في الفترة الاخيرة واضح بشكل كبير جدا في الفترة الاخيرة انه المغرب بيتحلى بضبط النفس الموضوع مش محتاج ان احنا نبحث فيه ونجيب القديم معروف جدا فهل اللي بيثيروا الفتن هم دول هو كده لما يبقى تصريح العمامرة كده ويطلعوا الاعلام الجزائري يقول انه انا أنا بتكلمه هو على الاعلام ودعم المغرب بمدي يده بالسلام 8000 مره للجزائر وفى الأخرها تتعجب لي تهمة وتقول المغرب اللي عملها تحرك الجزائرين يردون من اللي يثير الفتن لابد أنتك أتكلم عن الشعب حسناً لقد أتكلم عن الشعب ولكن دلوقتي أتكلم عن الشعب بما يشتموني لكن دلوقتي أتكلم عن الحكومة هل هذا ليس تهديد بحرب هل هذا ليست فتنة ولا ايه يا جماعة حد يقول لي ياريت ياريت اللي بيقول فتنة يخلي عنده واحد في المية ضمير بس يخلي عنده ضمير حسابه مع ربنا احنا بندفع عن المغرب وانا من الحقيقة دفع عن المغرب وقالتها 100000 مرة فاحنا بندفع بنقول للحق بتاع ربنا كل الناس اللي بتدافع عن المغرب بتتشتم وتتهاجم كل اليوتيوبرز اللي عرفوا مصريين سوريين اي جنسية في الدنيا بيدفعوا عن المغرب في يوتيوب بسلمي تماما بنتطلع نقول رأينا وندفع بين تشتن بمنا وابونا وبأعراضنا ليه يا ابني ما تشوف يا ابني اللي بيحصل تشوف مين اللي بيعمل فتنة فين الفتنة مين اللي بيثير الفتن لما انت تيجي تتهم حكومتك تتهم المغرب بان المغرب قتلت جنود ما حادش عارف اصلا مين اللي عمل كده ومرتانيا نفت كمان وتيجي انت في الاخر تقولي ايه المغرب وبدأت وعد بالرد يبقى دا سمو ايه مين اللي بيثير الفتن احنا ما بنعملش فتنة احنا بندافع المهم روسيا علاقت على قرار مجلس الامن اللي هو عمل لما عمل التصويت والقرار كان في صالح صحراء المغربية والمغرب وقالت روسيا انه احنا كان لنا رأي لكن مجلس الامن كان منحاز تجاه المغرب واحنا كان لنا رأي ما حدش عمل بيه وحتى وما كانش فيه المسودة بتاعت القرار بتاع مجلس الامن ما كانش فيها اي حيات خالص احنا كأن رأينا ملوش لازمة انا بقولوك طبعا بالبلد يعني بطريقتنا احنا مش بقرأ الكلام بتاع بالنص فروسيا واضح زي ما قلتلكو قبل كده روسيا جماع دايما لما امريكا انشأت الناتو روسيا راحت عاملة وارسو التحاد سوفيتي ايامها يعني لما كان لما انشأ وارسو فدايما روسيا كونترا كده مع ايه مع الولايات المتحدة الولايات المتحدة مقتنعة بأداء المغرب مقتنعة انه سحراء مغربية بتؤيد سحراء المغربية خلاص احنا يبقى عكسها على طول هي روسيا كده طول عمرها والحقيقة انه روسيا ما تعالفتش مع حد لما جابت اجله يعني في التاريخ يعني المهم يعني دايما كانت متتأخر في صفقات الاسلحة بتاعتها يعني افكركم مقولة قالها السادات ايام اه الحرب اما كان متعقد على صفقة اسلحة وكان عايز اسلحة وكان الاسلحة تتأخر عليه كل شوية كل شوية تتأخر عليه فابتدى انه هو يتعصب وقال لهم هو انا متفق على اسلحة عشان ما اتجليش احارب من غيرها يعني فكان دايما فيهم الحركات دي يعني فاي حليف لروسيا بيعاني دايما يعني عكس الولايات المتحدة انا بتكلم لو بيبقى في حد حليف الولايات المتحدة بيبقى افضل شوية من الحليف لروسيا يعني المهم لانه الاداء الامريكي عموما افضل شوية من اداء الروسيا عمتا مع خلفائه المهم يعني الخبر الاخير اللي معانا انه المغرب خصص مساحة كبيرة جدا في الصحراء المغربية لتوليد الطاقة والطاقة دي هيتم تصديرها تصدير جزء منها لبريطانيا الحقيقة انه الموضوع ده هيبقى مشروع عملاق كبير جدا ما بين المغرب وبريطانيا ويفتح ابواب عالمية جديدة لشركات ويفتح وظائف وحاجات كتير جدا مفيدة للمغرب ولبريطانيا كمان مرحبا بمشروع كبير زي ده اللي هيكون كمان فيه الكبل اللي هيمتد في البحر ما بين المغرب وبريطانيا هو هيكون اطول كبل بحري في العالم ده كان اخر خبر معانا عايزة اعيوكم في التعليقات ميني اللي بيثير الفتن شكرا جزيلا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله شرفتوني ونورتوني السلام عليكم شكرا جزيلا